بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم. معكم مساعدة الباشا وان شاء الله هنبدأ مع بعض. ترم جديد. ساكن ترم. آآ يونت وان لسن وان. عارفين يونت وان في المنهج بتاعنا فيه. او اللسن اسمه. انت لو مسلا فكرت في الاجهزة او في حياتنا هتلاقي فيه اجهزة بسيطة جدا بس ليها دور كبير جدا. يعني ايه يا مستر الكلام ده? انت مسلا نفترض ان قدامك شوية هجيت عاوز تحركهم من مكانهم. آآ خشب او آآ او مسلا رمل او مسلا توب او كلام من ده. فعشان تحركهم مكانه ده صعب جدا انك تشيلهم باديك. بس لو جبت عربية كده وحطت عليها الحاجات دي وحركتها زي الراجل اللي بيستخدمها فيه البناء مسلا. هيكون سهل عليك جدا تحريك الحاجات دي. او نفترض بسلا انت عاوز تكسر بندق. انك تكسر البندق باديك او بسنانك ده شيء صعب جدا. انما لو جبت تكسر البندق فكسرت البندق هتساعدك جدا على تكسير البندق او اللوز او الحاجات دي بسهولة جدا. هي هي آلة بسيطة او شيء بسيط بيساعدك على اداء المهمة دي. نفس الكلام انت لو معك مسلا مقص عشان تقطع القماش بيقديك ده شيء صعب. انما انك تقدر تقطع القماش دي المقص ده شيء سهل. وبالتالي احنا بنتكلم عن حاجة اسمها ليفرس. ليفرس طبعا هي مش مقصود بيها اختراع واحد. ليفرس دي مبارعا مجموعة من السيمبل ماشينز طب ايه يا مستر اهميتها يعني الاجهزة البسيطة دي اهميتها ايه? to help him ده ميني لهو الانسان تعالوا بقى نقراها من الاول يعني. يقولي long time عجوب من سنين كتير فاتت من انفنتد الانسان اخترع. ميني سيمبل ماشينز يبقى الليفرس دي هي عبار عن اصلا سيمبل ماشينز. او اجهزة بسيطة. to help him to perform heavy tasks easily. اول حاجة لازم تعرف ليه انسان انفنتد اصلا اخترع السيمبل ماشينز دي اللي هي اللي اسمها ليفرس. to help him to perform heavy tasks A more easily. طيب مين اول واحد بدأ يفكر في الكلام ده. يعني اه قبل الميلاد. ارشيميديس. ارشيميديس كم من العلماء العظماء جدا. اللي بدأ يفكر في بداية الموضوع انه هو يستخدم ادوات بسيطة. كاجهزة. فاهم الفكرة ان ازاي يقدر انه هو يعمل اشياء بسيطة جدا. ويقدر الحاجات دي تديني نتيجة كبيرة. طيب. ايه مجموعة شروط? ايه مجموعة شروط? علشان تقول على الحاجة دي بس قبل ما نشوف الشروط دي قبل ما نشوف الشروط دي بتيجي نبص كده على مجموعة من الايه خلاص بغض النظر عن انواحهم ونشوف كده ايه المشترك ما بينه? مسلا. لو جيت بصيت لي الايه مسلا الايس هولدر ده او الايه الايس هولدر اللي هو اللي بنمسك بيه التلج مسلا. انت لو لاحظت هتلاقي ان هو مسلا يعني اه في مكان بيمسك بيه الحاجة. وفي مكان انا بس بدوس عليه يعني في مكان انا بدوس بايديه وهو مصنوع من الحديد مسلا تهم او من الخشب. دي يعني احنا بنشوف ملاحظات مش اكتر ماشي. اه لو بصينا مسلا المانويل بروم دي دي اسمها منويل بروم. ليه المكنسة دي او المقاشة دي. انا عندي هنا اه مسلا مصنوع من الخشب خلاص او من الحديد. اه ومسلا في ممطقة بتمسكي منها منها. ودي بتحرك التراب او الرمل اللي انت عاوز تحركي. ومصنوع يعني من الحاجة ريجد. ريجد يعني قوية. ينفعش تعملي لي مكنسة او تعملي مقاشة من حاجة مسلا اه بتاعات التاني كده. اه مسلا هنا اسمها اه ويل بارو. اللي هي العربية دي. بتبقى مش معقولة تعمل ويل بارو من الورق. لازم تعملها من حاجة قوية من حديد مسلا. وفي ايد تيمسك منها وفي مسلا منطقة بتشيل الحاجة اللي انت عاوز تحطها. احنا عاملين نشوف كده ايه? ونحاول نفهم ايه الموضوع. الراجل اللي هو ده دي اسمها الكرو بار. الكرو بار ده هو عبارة عن الراجل ده بيحرك الصخرة دي. عاوز يحرك الصخرة دي مكانها. فبيحط حديدة كده جانب ده ويفضل يحرك الحديدة دي ايه بالراحة. يحرك الايه الصخرة دي بالراحة او من حاجة بتكسر لازم تكون حاجة قوية. خلاص? طيب يبقى اول معلومة عندي بانك تقولي الشيء ده خلاص بانك تقولي الشيء ده انه هو يعني بداية كلامنا كده الجهاز اللي انت السيمبل ماشين اللي انت هتستغنمها الحاجة البسيطة او الاختراع البسيط اللي انت هتعمله ده لازم يكون ريجد. استريت بقى او كيرفد يعني ايه استريت او كيرفد? يعني ممكن يكون حاجة قوية او حاجة اه صلبة مستقيمة. وممكن تكون متنية. يعني مسلا ايه? بص كده. ال اه ال 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 دي. انت لما بصيت هنا اللي هي نمبر ثري دي. اتلاقيها ان هي كيرفد. اللي هي البلاير دي اللي هي بتمسك المصامير وكده. البلاير دي كيرفد اهي. بس السؤال هنا ريجد ولا مش ريجد? لو انت مش عارف يعني ايه ريجد? ريجد يعني قوية. ومتمسكة. مش مسلا كده زي البلاستيكة كده طرية. لا قوية حديدة اهو مصنوعة من الحديد. فاهم? البينسر دي اللي هي بتشيل المصامير. نفس الكلام قوية ريجد ولا مش ريجد? هي هنا ستريت مش كيرفد. فاهم? يبقى هي مصنوعة من شيء. هنا مسلا السيسو دي المرجيحة دي. مصنوعة من حاجة ريجد ولا يالدي مش تعف تلعب. صح? الحاجة قوية هي حيطة خشبية قوية جدا. وستريت ولا كيرفد بقى? اهو ستريت صح كده. يبقى ايه يبقى? يبقى اول قاعدة ان الليفر ده كونسست اف ريجد بار ستريت اور كيرفد. من خلال ملاحظتنا للصور دي هنلاحز ان هي مصنوعة حاجة ريجد حاجة قوية. ممكن تكون ستريت زي المقص كده هو فاهم? يعني او يعني شكلها كده ستريت كده هو فاهم? او تكون كيرفد زي مثلا نات كراكر زي الكسارة بتاعت البندق. طب ايه تانية مصنوعة? يقولك ايه بقى? there is an effort force. وكلمة effort force معناها القوة المبزولة. هو مش منطقي ان انت تروح تقولي الكسارة البندق خد يا كساري البندق. كساري لي دي. انت لازم تمسكها وتروح تكسر بأيديك. يعني تروح ان انت تمسك تستخدم كسارة البندق. او مسلا ايه? عندك مقصة سحري. المقصة السحري ده بتقولي له ايه? بتقولي له يلا يا مقصة. روح فصل للفستان. ويقوم هو عملك الفستان. لا طبعا. انت لازم تمسكيه بأيديكي. وتروح يتحرك المقص بأيديكي. فانت بتدي للسيزر بتدي له force. القوة اللي بتديها له دي اسمها effort force. نفس الكلام هنا في النات كراكر. كسارة البندق. نفس الكلام في الويل بارو في العربية اللي الرجل بيشير. يبقى عشان تقوليه على الحاجة دي. لازم يكون في قوة مبزولة. عشان توازن ايه? عشان توازن حاجة تانية اسمها resistance force. يبقى انت بتديها effort force. بتديها قوة. علشان تتغلب على قوة تانية بتقومك. ايه ده يا مستر? كلمة اه resistance يعني مقاومة. ان مثلا انت عندك حتة بندق. حتة البندق دي تكسرها. هل بتقولك يلا نتكسر ولا بتقومك? قومك. فانت عاوز تكسرها. بتتغلب عليها ب effort force. فانت بتديها effort force يعني بتدوس على بتتغلب على قوة بتتغلب على قوة البندق او اللي انت بتكسره. فالقوة اللي انت بتعملها اللي بتعملها باديك اسمها effort force. فالبنت دي اللي بتحرك المقصة دي 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 اسمها effort force. بتتغلب على ايه? تتغلب على القماش. اللي هو resistance force. يبقى انت عندك نوعين من القوة. القوة بتاعتك انت اسمها effort خلاص. الايفورت ايه? الايفورت force. بتتغلب على قوة تانية اسمها resistance force. فانا عندي هنا effort force اهو. خلاص? بتغلب على ايه? على resistance force. يبقى انت عند نوعين من الفورس. عندي نوعين من الفورس. نوع انا بعمله هي effort force. ونوع انا تاني اللي هو انا بتغلب بيه على حاجة اللي هي الحاجة اصلا بتعمله اللي هي بتحاول تقومني اسمها اليزيستان. انا مفروض بقى اسألك سؤال. علشان ينجح الجهاز ده? عشان ينجح او ينجح او ينجح او ينجح او مين مفروض يكون اكتر? هل المفروض يكون أكتر بص ولا المفروض يكون أكتر هو انت هتجعبني في التعليقات ماشي؟ هتقولي مين أكتر؟ هل ولو حتى ما عرفتش تعمل في التعليقات انت اسأل نفسك السؤال ده في بالك وبقى جعبني عليه في أي وقت أو جعبوا بينك وبين نفسك مين هيكون أكتر عشان الجهاز ده يكون شغال بشكل صحيح النات كراكر لو أنا عايز أكسر البندقية دي مين يكون أكتر الـ Effort Force ولا Resistance Force ده سؤال النقطة الثالثة في أي ليفر النقطة الثالثة في أي ليفر لازم يكون في نقطة ارتكاز اسمها فوكرم فوكرم دي عبارة عن إيه عبارة عن نقطة بيتحرك من خلالها الجهاز ده يعني مسلا المقص هنا بتلاقي حيث حديد كده وحيث حديد كده وفي النص في زي مصمار هنا برضو لازم يكون في نقطة كده بتفتح عارف عصارة البرتقان وعصارة اللامون وكده في نقطة زي مصمار كده ده اسمه فوكرم ده هي النقطة اللي بيلف حواليها البار ده وده إحنا إن شاء الله هنشرحه في الفيديوز اللي جايب بس تعالي نقول بقى يعني إيه يعني شيء قوي اللي بيلف النقطة السابتة اللي احنا قلنا عليها اللي هي النقطة زي المصمار ده أو المصمار اللي هو بتاع المقص ماشي نقول تاني النقطة اللي هي السابتة دي اسمها فوكرم لازم يكون فيه فوكرم في الليفر وده نشرحه كتير يبقى الافر لازم تحفز ده تحفظه it is a rigid bar, straight or curved that rotate around the fixed point called fulcrum أو fulcrum تتعيب تنتقل فوكرم فوكرم مش فولكرم بس عادي and is affected by effort force and resistance force هم فهمنا يعنيه effort force اللي انت تبقى لها بنفسك resistance force اللي القوة اللي بتقاومك ان الحاجة اللي بتقولك لأ مش هتكسر او لأ مش هتنقل ولازم يكون فيه نقطة سابتة زي مصمار كده او حاجة وده هنتعرف عليه في الفترة الجاية والاختراع او الاختراعات البسيطة دي بتمنى تكونوا فهمتوا الجزئية الاولى من الدرس وجاوموني على السؤال مين مفروض يكون اكتر عشان الجهاز ينفع او ينجح effort force تكون اكتر ولا resist force وان شاء الله هنكمل مع بعض فيه الفيديوز اللي جايه باتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معكم مستر احمد الباشن باي باي